اهم الصفقة جبها النادي الاهلي السنادي كانت المدير الفن السويسري مارسل كولر ودي اشادة كبيرة لمجلس ادارة النادي الاهلي اللي دور وبص وشاف واختار مدرم محترم واختار مدرم محترم حتى هذه اللحظة لم يخسر اي مباراة مع النادي الاهلي طيب هتقول لي اه كريم ما انتو بتقولوا المدربين كويسين لما بيكسبوا لما بيخسروا معموك الاهلي يخسر مباراة السيادة اللي جاية وتقول لي اصل المدرب كان وحش هقول لك لأ من هنا بسبت الكلام من هنا بحسبوا علي بحسبوا علي ليه بحسبوا علي بالدلائل بالدلائل ليه مارسل كولر مدرم محترم وكبير يمشي واحد ده واحد على مستوى الافراد هو ده محمد هاني طور محمد هاني هو ده حسين الشحات طور حسين الشحات هو قابليهم كان ده كريم فؤد طور كريم فؤد قابليهم كان ده طاهر محمد طهر طور طاهر محمد طهر محمد شريف اللي كنا قربنا ننسى أنه مهاجم رجع محمد شريف تانش بوقت ما كان النادي الأهل بيلعب على جبهة واحدة هي الجبهة اليسرى الآن بيلعب على جبهتين جبهة يسرى قوية جبهة يمنى قوية الجبهة اليمنى دي فيها مين يا جماعة؟ فيها محمد هاني وحسين الشحات النادي الأهل كان بيلعب بمين في الجبهة اليمنى؟ كان بيلعب بأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر اتصاب طاهر محمد طاهر بقى اكرم توفيق وكريم فؤاد اتصاب اكرم توفيق اتصاب كريم فؤاد بقى محمد هاني وحسين الشحات جابها كل شوية بتتغير وبنفس القوة ده شغل ايه شغل مدير فني ماشي دي زاوية على مستوى طبعا تطوير اللاعبين واداء زاوية تانية النادي الاهل النهاردة اللي بيسجله السلاسة اهداف السلاسي الهجومي محمد شريف وحسين الشحات وبعدهم بيرستاو النادي الاهلي كان يعاني الفترات الماضية انه عنده مشكلة في خط الهجوم عنده مشكلة في الجناحات وعنده مشكلة في المهاجم الصريح بس عشان فيه مدرب عشان فيه منظومة صحيحة اصبح النادي الاهلي النهاردة عنده سلاسي هجومي فيه احمد عبدالقادر ومحمد شريف وحسين الشحات بيقدموا اداء رائع خرج التلاتة نزل طاهر محمد طاهر وبرسي تاو وكهربا التلاتة عملوا اداء رائع ده شغل مين شغل مدير فني بيتحس ان تشكلة النادي الاهلي فيها لعيب اسيين مميزين وفيها لعيب احتياطين مميزين وفيها لعبين خارج القائمة مميزين ودي النقطة التالتة اللي هتكلم فيها على مرسيل كولر مدرب اخر كان هيجي يقول والله انا مش هحط نفسي في حرج ومش هحط ادارة النادي الاهلي في حرج وهاخد اللعيبة اللي جابهم النادي الاهلي في الصيف وحطهم في تشكيلة النادي الاهلي وافضل لعيبهم يعني هحط برونو سافيو وهحط شادي حسين ومش همشي مصطفى ساعد ميزي واقول ان احنا نجحنا في صفقات الصيف لأ جاب لعيبة ملاقهاش بتتطور معلش انتوا لعيبة كويسة بس اقعدوا شوية عشان اللي معاي احسن شادي لعيب محترم برونو لعيب كان ممكن ييجي منه بس ما قداش او ما قدمش امارات فريح حتى لو انت محترف جاب مصطفى ساعد ميزي يحس انه لسه محتاج شوية وقت لما ياخد خبرات اكتر فخرج اعرى عادي جدا عادي جدا مدرب طيب سنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي في خط الدفاع النادي الاهلي السنائية اللي كان دايما فيه مشكلة في خط الدفاع النادي الاهلي على مدار المسلمين اللي فاتوا وتغير كذا لاعب ياسر شوية وايمن شوية وربيعة وعبد المنعم بيخشوا كنا كلنا نتحدث عن مشكلة في خط الدفاع النادي الاهلي شفت الاداء الرائع اللي بيعملو محمود متولي ومحمد عبد المنعم شفت الاداء الرائع ده انا نسيت اهم حاجة في تطوير اللاعبين اهم حاجة عملها مارسي الكولر حمدي فاتحي اللي كان بيلعب تالت في وسط دفاع النادي الاهلي احيانا اصبح وكأنه مهاجم تاني في المباريات الاخيرة للنادي الاهلي من اقصى الدفاع لأقصى الهجوم ده شغل مين مدير فني فدي كلها امراض واضحة ودوح الشمس تخليك تقول ان مارسي الكولر مدرب كبير هتقول لي يا كريم ما انت المباراة اللي جاية لو الاهلي تعصروا ولا حاجة هتقول ان الكولر كان غلطان يغلط وهيغلط يغلط في مباراة يغلط في اتنين يغلط في تلاتة اي مدرب في العالم بيغلط بيب جوارديولا بيغلط اعظم مدرب في العالم بيغلط هو ده التقييم اللي بيبقى بمعايير ومنطق مش انه بيكسب فيبقى كويس يخسر يبقى وحش لا في شكل النادي الاهلي في مدرب بيشتغل على الافراد وبيشتغل على الجماعة هو عمل الاتنين عمل الاتنين بشكل رائع جدا مارسي الكولر عشان كده هو اللي يستحق الاشادة الاولى عجبني جدا الكمباك اللي عامله حسين الشحات في مستوى عجبني جدا عجبني جدا عجبني جدا الكمباك اللي عامله محمد هاني في مستوى دي لعيبة كان جماعي النادي الاهلي مع نهاية الموسم الماضي بتقول يمشوا كفاية وبصراحة ما كانوش بيعملوا حاجة في الفترات الماضية كان اداء سايق جدا تحول هو ده الشحات الحقيقة هو ده حسين الشحات الحقيقة هو ده محمد هاني بداياته مع النادي الاهلي هو ده حمدي فتحي وأداءه الرائع قاليو ديانج وأداءه الرائع النهاردة ناس سألت هو انت ليه تلعب قدام اوكلاند بسلاسي في وسط الملعب يا جماعة لما يبقى معاك مدرب فاهم قعد بقى وفكر هو بيفكر ازايش النهاردة بيلعب بتلاتة على الورق تلاتة دفاعيين اكتر في وسط الملعب ما عندهمش صفات هجومية بس في الملعب لا حمدي فتحي بيهاجم السلية بيهاجم حتى قاليو ديانج النهاردة كان بيهاجم دي فعلا ده حاجة مهمة ليه افشة بره النهاردة بره التشكيلة الاسية عشان هو بيستخدم حسين الشحات كلاعب كريتور او كلاعب يعني بيغير اللعب او بيحاول اللعب من الدفاع الهجوم بشكل كويس بيحاول اللعب بشكل كويس بيدي تمريلات حاسمة بيدي بيخش كتير في العمق ويسيب لمحمد هاني الناحية اليمين عنده احمد عبداليادر بيعمل نفس الشغلة بتاع حسين الشحات فانا مش محتاج افشة مش محتاجه في المباراة دي مش مش محتاجه على طول مش محتاجه في المباراة دي عشان كده صحيح في سلاسة في وسط الملعب بس الاداء مش دفاعي احنا كنا وقدين على كده في مدربين ييجي يقولك ايه انا هأمن النهاردة فالعب بتلاتة في نص الملعب فلا بيدفعه ولا بيهجن فلا بيدفعه ولا بيهجن بيبقى في مشكلة لكن فكرة التوظيف فكرة الادوار في الملعب مش الافراد ادوارك ايه ادوار حمد فتحي ادوار هجومية حتى السورية ادوار هجومية حتى ديانجي كان لها بعض الادوار الهجومية النهاردة والتلاتة لهم ادوار دفاعية كبيرة الاهل النهاردة شكله حلو الاهل النهاردة تكتكيا وفنيا وفرديا كان شكله حلو بغض النظر عن المنافس ما كنا ممكن نيجي النهاردة نقول الاهل قدم مباراة سيئة جدا حتى هو كسبان قدام منافس ضعيف كانوا مفهود يلعب أحسن من كده بس النهاردة النادي الاهلي عمل هومورك بتاقي عمل واجب بتاعه بالشكل المثالي الصحيح طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر